والتقوى تمثل انتصارا على النفس تمثل بناء حقيقيا للإنسان من حصل التقوى التي قصدها رب العزة سبحانه وتعالى من فريضة الصوم فقد بنى نفسه أصبح عضوا نافعا مهيئا لأن يعمل وأن يبني كما بنى أسلافه السابقون هو الآن في منظومة متكررة من منظومات البناء لأنه بني على أساس صحيح على أساس اتصلت به السماء بالأرض اتصل به النور الإلهي بقلب الإنسان فأصبح هذا القلب يشع نورا ويشع بناء ويرتسم مع غيره من القلوب الصافية القلوب السليمة يرسم منظومة متكاملة من حكمة الصيام لعلكم تتقون وهكذا أدركنا سر انتصار المسلمين في معاركهم الكثيرة التي صادف وهذه ليست مصادفة غريبة صادف أن جاء وقتها في شهر رمضان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر